صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على الآل ثم صحبي صلى الله عليه وسلم على الآل ثم صحبي صلى الله عليه صلى الله عليه همسات رمضانية أنت نور الله فجراً جئت بعد العسر يسراً ربنا أعلك قدراً يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحضري أنت هادي وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول سلام عليك جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير صدق الله العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له رواه مسلم عن عبد الله بن بسر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل رواه أحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين اللهم اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي يا رب يا أرحم الراحمين يا إلهي إنك تعلم أني على إساءتي وظلمي وإسرافي على نفسي لم أجعل لك ولدا ولا شريكا ولم أجعل لك ندا ولا كفوا فإن تعذب فعدل منك وإن تعفو فإنك أنت العزيز الحكيم إلهي إلهي أحب طاعتك وإن قصرت عنها وأكره معصيتك وإن ركبتها فتفضل علي بالجنة وإن لم أكن أهلا لها وخلصني من النار وإن استوجبتها إلهي أتصلت النار على وجوه خرغت لعظمتك ساجدة أو تصلت النار على ألسن نطقت بتوحيدك صادقة إلهي أو تصلت النار على ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة إلهي أتصلت النار على جوارح سعت إلى أوطان تعبتك طائعة إلهي وعزتك لئن طالبتني بجرمي لأطالبنك بعفوك إلهي وعزتك لئن طالبتني بجرمي لأطالبنك بعفوك ولئن أخذتني بجهلي لأطالبنك بحلمك ولئن أدخلتني النار لأعرفن أهلها أني كنت أوحيدك وأحبك ولئن أدخلتني النار لقلت لأهلها أني كنت أوحيدك وأحبك إلهي لا تغضب علي فلست أقوى على غضبك ولا تسخط علي فلست أقوى لسخطك اللهم اجعلني عبدا طائعا فأكرمته اللهم اجعلني عبدا طائعا فأكرمته اللهم اجعلني عبدا طائعا فأكرمته وإن كنت عبدا عاصيا فاجعلني ممن رحمته برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين إلهي وسيدي ومولاي ضاقت حالتي وأنت وسيلتي اللهم في هذه الساعة اللهم في هذه اللحظات نسألك وأكفنا إليك مرفوعة وألسنتنا إليك تلهج بالدعاء لا ترد سائلا عن بابك لا ترد سائلا عن بابك إلا أعطيته من فضلك وجودك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصلى الله على سيدنا محمد الله على سيدنا محمد الله على سيدنا محمد وصلى 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 الله على سيدنا محمد ومحمد وصلى الله على سيدنا محمد بالأمس جئت فكيف كيف سترحل بكت القلوب على وداعك حرقة كيف العيون إذا رحلت ستفعل ما بال شهر الصوم ينضي مسرعا وشهور باقي العام كم تتمهل ها أنت تنضي يا حبيب وعمرنا يمضي ومن يدري أنت ستقبل فعساك ربي قد قبلت صيامنا وعساك كل قيامنا تتقبل يا ليلة القدر المعاقم أجرها هل اسمنا في الفائزين مسجلوا كم قائم كم راكع كم ساجد قد كان يدعو الله بل يتوسال اعتق رقابا قد أتتك يزيدها شوقا إليك فؤادها المتوكل يا من تحب العفو جئتك مذنبا هل عفوت فما سواك سأسأل رمضان لا تنضي وفينا غافل ما كان يدعو الله أو يتذلال حتى يعود لربه متضرعا فهو الرحيم المنعم المتفضل رمضان لا أدري أعمري ينقضي من قادم الأيام أم نتقابل فالقلب غاية سعده سيعيشها والعين في لقياك سوف تكحال إنفوكرات لنكتمل بالمعرفة نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة